تا أقلعت عنا المنون وهلنا بغير طريق القابرين عبور أم الأمل الملهي براءة غافل من الموت أم يوم المعاد يسير أتمرح إن شاهدت نعشا لهالك إليك أكف الحاملين تشير ستركب ذاك المركب الوعر ساعة إلى حيث سار الأولون تسير نقي من غبار الأرض بيض ثيابنا وتلك رفات الهالكين تطير ليه الويل هل لا أرعوي عن مهالكين أما في المنايا واعظ ونذير أما في عويل النائحات مذكر أم النوح حولي والبكاء صفير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على النبي الأكرم نبينا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان وأعوذ بك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم وأعوذ بك من الصلاة والهذر كما أعوذ بك من العي والحصر ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد إخوتي الأعزاء إن موضوع حديثنا لهذا اليوم هو عن أحد عمالقة شعراء العرب وهو أبو عثمان يزيد بن زياد ابن ربيعة بن مفرغ اليحصبي الحميري المتوفى عام تسعة وستين للهجرة حسب ما ذكره أغلب المؤرخين والله أعلم هو من شعراء الدولة الأموية وقد شاع وذاع خبره في الحجاز والعراق وخراسان شاعر فحل اشتهر شعره بالغزلة والمديح والهجاء وهو صاحب البيت الشهير العبد يقرع بالعصى والحر تكفيه الملامة أغلب شعره لم يدون وذلك نظراً للظروف السياسية المحيطة به في تلك الحقبة آنذاك حيث أنه كان كثيراً ما يهجو بشعره ولاة الدولة الأموية فضاع أغلب شعره لهذه الأسباب ولم يصلنا من شعره إلا غيظ من فيض وأول من جمع شعره بن مفرق بكتاب مستقل بعد ضياع أكثر شعره هو المستشرق الفرنسي المسمى بيلات وذلك عام 1957 ميلادي وعلى الرغم من قلة المصادر التي رجع إليها هذا المستشرق إلا أنه استطاع أن يجمع نصف ما فقد من شعر بن مفرق فله جزيل الشكر والأمتنان على إسهامه واهتمامه بجمع موروث هذا الشاعر الذي كاد أن يذهب شعره أدراج الرياح ومن خبر هذا الشاعر هو أنه في بادئ أمره كان يفد على الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان مثله مثل غالب شعراء عصره في ذلك الزمان فأصبح من شعراء البلاط الأموي وأصبحت بينه وبين سعيد بن عثمان بن عفان صحبة وسعيد بن عثمان هو من الأمراء أمراء العرب الذين عرف عنهم الجودة والسؤدة وما لبث ابن مفرق قليلا إلا وقد صاحب الأمير عبات ابن زياد ابن أبيه فبلغ ذلك الخبر إلى سعيد بن عثمان وأرسل بطلبه بطلب ابن مفرق وقال له إياك أن تصاحب عبات فإن أبيت إلا أن تصاحبه فسأخبرك ببعض خصاله لكي تتقيه قبل أن تأتيه إن عبات رجلا لأيمن نعوذ بالله من اللؤ نقول إن عبات رجلا لأيمن فإياك أن تكثر عليه المسألة والشفاعة يقصد الواسطة والله هذا واحد من الجماعة نبيك تضبط ملفه بظيفة والله هذا واحد مسجون من الربع نبيك تطلق سراحة هذا ما تمشي معه إطلاقا ما تمشي عند عبات يناصحه سعيد بن عثمان يقول إياك أن تكثر عليه المسألة والشفاعة وأقلل من زيارتك عليه فإنه رجل كلول ملول وإياك أن تفاخره وإن فاخرك فإنه لا يحتمل لك ما كنت أحتمله منك ثم دعا سعيد بمال فدفعه إليه وقال له استعن بهذا على سفرك فإن صح لك مكانك من عبات وإلا فمكانك عندي ممهد فأتني أن ناشئت فشكر له ابن مفرق وفاءه وعطاءه ثم مضى إلى حال سبيله بصحبة الأمير عبات الذي تم تكليفه أميرا على سجستان وقبل أن يذهبوا إلى سجستان خلا الأمير عبيد الله بن زياد بن أبيه وهو أخو الأمير عبات خلا بابن مفرق وقال له اسمع اسمع يا ابن مفرق إنك سألت أخي عبات أن تكون له صاحبا فأجابك إلى ما تريد وإني والله أخشى على أخي منك العارة والشنار فأخي أمير وأنت شاعر شهير والأمير دائما ما يكون منهمكا في شؤون إمارته ورعيته وأنت شاعر والشعراء غالب أمرهم اتباع الأهواء والغواء وجلهم لا يعذرون في مواضع العذر طبعا إلا ما رحم ربي وجلهم لا يعذرون في مواضع العذر وإني أخشى أن يبدر من أخي ما يسوءك فتروغ عنه تاركا مكانك مطلقا عليه لسانك وإني أنصحك أن تبتعد عنه أبعد إني أنصحك أن تبتعد عنه فإن لم تستطع ذلك فأبلغني إذا رأيت منهما تكره فإنك ستجدني في الموضع الذي يسرك ولا يضرك فاتفقا على ذلك ومضى ابن مفرق إلى حال سبيله بصحبة الأمير عبات إلى سجستان وقبل أن يذهب قصد ابن مفرق في عبيد الله قصيدة رائعة وسبحان الله عبيد الله هذا كان في بادي أمره حسن السيرة في الأهل والعشيرة ولكنه في أواخر أيامه ظل سواء السبيل فأغواه الشيطان وكان أمره فرطا نعوذ بالله من سوء المقلب فمدح ابن مفرق عبيد الله هذا بقصيدة رائعة وهي قوله يسائلني أهل العراق عن الندى يقول يسائلني أهل العراق عن الندى فقلت عبيد الله حلف المكارم فتى حاتمي في سجستان رحله وحسبك جودا أن يكونك حاتمي سمى لينال المكرمات فنالها بشدة ضرغام وبذل الدراهم وحلم إذا ما سورة الحقد أطلقت حب القوم عند الفادح المتفاقمي وإن له في كل حي صنيعة يحدثها الركبان أهل المواسم فأصبح لا يرجو العراق وأهله سواه لنفع أو لدفع العظائم وبعد مكوثه مكوث ابن مفرق بصحبة الأمير عبات حينا من الدهر كره ابن مفرق صحبته وذلك لما رآه منه من جفاء وغلظة وشؤم ولوم ولكنه لم يستطع أن يتركه وفي أحد الأيام قام الأمير عبات بقيادة الجيش إلى أحد ثغور ولايته وكان برفقته ابن مفرق وسبحان الله هذه كانت بداية الشرارة بين ابن مفرق وعبات وصدقت وصدقت العرب عندما قالت لسانك حصانك انصنته صانك وانهنته هانك عند ذهاب عبات لقيادة الجيش كان كان برفقته ابن مفرق وأثناء مسيرهم هاجت عليهم الرياح هذه الآن بداية المشكلة هاجت عليهم الرياح فنفشت لحية عبات وكانت كثيفة وطويلة جدا طويلة جدا فقال ابن مفرق بيت شعر يمازح به أحد أصحابه يقول فيه ألا ليت اللحة كانت حشيشا فنعلفها خيول المسلمين ألا ليت اللحة كانت حشيشا فنعلفها خيول المسلمين واضح يقصد عبات فما فرغ ابن مفرق من قول هذا إلا وقد وشى به أحد أصحابه عند عبات وصدق الشاعر يقول ولا يعلمن سر وسرك ثالث على كل سر جاوز اثنين شائعي انتبه اللي تعلم أسرارك اركض يقول ولا يعلمن سري وسرك ثالث ألا كل سر جاوز اثنين شائعي علم عبات بهذا البيت غضب غضبا شديدا وقام بسجن ابن مفرق وسامه سوء العذاب فغضب أيضا ابن مفرق على عبات نظرا لما لقاه من شدة العذاب والتنكيل وقام يكثر من هجاء عبات وقدح بنسبه من ناحية أمه وأبيه فكما تعلمون أن والد عبات هو الأمير الداهية الدهياء داهية زمانه زياد ابن أبيه وكان من دهات العرب الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة كان مشكوكا بنسبه لفترة طويلة من الزمن هذا الرجل الداهية كان مشكوكا بنسبه لعقودا من الزمن إلى أن قام الخليفة الأموي معاوية ابن أبي سفيان وألحقه بالنسب إلى أبو سفيان ابن حرب ابن أمية أي أنه جعله أخا له في النسب وهذه القصة طويلة وأحداثها طويلة أيضا لا يسعنا الوقت لذكرها الآن إضافة إلى أن أم الأمير عباد فارسية الأصل فارسية الأصل واسمها مرجانة أمير فمكث ابن مفرق بالسجن حقبة من الزمن حتى ساءت صحته وحالته وصودر منه جميع ما يملكه من عقار ودينار أميره وكان وكان من بين ما صودر منه غلام له كان قد اشتراه منذ صغره وقام على تربيته وتهيئته والاعتناء به حتى كان عنده بمثابة الولد بمثابة الولد وأيضا صودر منه جارية له اسمها الأراك اسمها الأراك كانت من أجمل نساء عصرها ودهرها حسنا وجمالا وعقلا ومن الطرائف المضحكة هو أنه عندما أمر الأمير عبات بأن يباع جميع ما يملكه ابن مفرغ من الأملاك وذلك بتهمة أنه كان مدينا لأناس كثر وهي تهمة كيدية لا أساس لها كان من بين هذه الممتلكات المعروضة للبيع الجارية والغلاء السالف وذكرهما فجاء أحد التجار تخبرون التاجر ما ما يخلي طبعة أهم شي عنده البزنس السواد الأعظم منهم فرأى هذا التاجر الغلامة والجارية فنظر فنظر إليهم وتمعان تمعانهم بالنظر فأعجبه مظهرهم وهيئتهم فاشتراهما بثمن باهظ وذلك لأنه فكر في نفسه وقدر على أن يبيعهما على البلوك والأمراء والوزراء صفقة رابحة يعني ولله در أبو نواس إذ يقول قل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء وقيل عرفت شيئا وقابت عنك أشياء ما كان يعلم بالغيب هذا التاجر وأيضا قول المتنبي ما كل ما يتمنى المرأة يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فاشتراهما هذا التاجر وأخذهما معه إلى بيته وعند وصوله إلى البيت وهو مسرور وجهه مسفر ضاحك مستبشر إلا أنه تفاجأ أن الغلامة والجارية يرمقونهم بعينيهما نظر الشحيح إلى الغريم المفلس فقال لهما ما با لكما تنظران إلي هكذا فقال له الغلام أيها التاجر أتعلم من نحن استفهام أتعلم من نحن فقال نعم أعلم أنتما من أملاك الشاعر ابن مفرغ فقال الغلام مرة أخرى أتعلم أين سيدنا الآن قال نعم أعلم مسجون فقال وتعلم لماذا سجن هذا السؤال الذي فيه مشكلة أتعلم لماذا سجن فقال نعم أعلم لأنه هجى الأمير عبات هجاء لاذع مقذع فسكت الغلام ونظر إليه وقال له اسمعي هذا أشهد الله أنه منذ نشأتي إلى يوم هذا لم أرى أحمق منك رجلا يجلب الشر لنفسه قال وكيف ذاك قال أترى أن سيدنا يهجو الأمير عبات وهو أمير سجستان وهو من هو ويدعك وأنت من أنت فأصاب التاجر الهلع والفزع من قول هذا الغلام وسكت قليلا وقال وقال إي والله وتالله إني لأحمق الرجاء وهو يضرب بكفيه يدا على يد فسكت أيضا برهة طبعا ذبان التاجر هذا فسكت برهة وقال اسمع أيها الغلاء أنتما عتيقين منذ الآن فإن أردتما أن تذهبا فشأنكما وإن أردتما البقاء ضيفين عزيزين مكرمين فعلى الرحب والسعة فقال الغلام سأنظر رأي سيدي فيما قلته لنا فبلغ ذلك الخبر ابن مفرق خبر التاجر وسره ما صنع وقال لغلامه بل امكثوا لديه إنه رجل فيه مرؤة العرب امكثوا لديه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعول وأنشد قائلا يقول يا برد ما مسنا دهر أضر بنا من قبل هذا ولا بيعنا له ولدا أما الأراك فكانت من محارمنا عيشا لذيذا وكانت جنة رغدا لولا الدعية ولولا ما تعرض لي من الحوادث ما فارقتها أبدا فياليتني قبل ما ناب الزمان بنا به أهلي أهلي لقيت لقيت على عدوانه الأسد قد خاننا زمن لم نخش عثرته فمن يأمن اليوم أو من ذا يعيش غدا قد خاننا زمن لم نخش عثرته فمن يأمن اليوم أو من ذا يعيش غدا لامتني النفس في برد فقلت لها لا تهلك إثر برد هكذا كمد فكم من نعيم قد أصبنا من لذاذته قلنا له إذ تول يا ليته خالد وبعد ما لبث ابن مفرق ابن مفرق بسجن عباد بضع سنين أحاله الأمير عباد إلى أخيه الأمير عبيد الله ابن زياد وعبيد الله هذا من الطغاة البغاة عليه لعناة الله تترى إذ هو من أمر بقتل سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بواقعة يوم الطف بكربلاء هو الذي أمر بجز رأسه وإرساله إلى الشام كان عبيد الله حاقدا ويحمل الضغن على ابن مفرق وكما قال ابن كلثوق وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفئن أراد أراد عبيد الله أن يقتل ابن مفرق فاستأذن بقتله الخليفة معاوية ابن أبي سفيان يخبره أنه يريد قتل هذا الشاعر فنهره وزجره الخليفة معاوية ابن أبي سفيان عن قتله وقال له لا تقتله وإنما قم بتأذيبه إلى أكثر قم بتأذيبه إلى أكثر فقام عبيد الله وأمر السجان بأن يشرب ابن مفرق النبيذ مخلوطا إليه التربذ أجلكم الله وهو شراب يسهل البطن وأمره أيضا أن يركبه على ظهر الحمار مقيدا ووجهه متجها إلى الخلف أكرمكم الله وأمره أن يطوف به في الأسواق فطاف به السجان في أسواق البصرة أمام أعين الناس والملأ وهو متسخ غير طاهر البدن والناس ينظرون لسوء حاله ومآله وهو يتوعد ويتهدد وسبحان الله هذا الرجل عجيب رغم هذا الظرف العصيب الذي يمر به يتهدد ويتوعد وكان طودا أشم في ذلك اليوم صبر صبرا عظيما وهو يغسل الماء ما صنعت وقولي راسخ منك في العظام البوالي وبعد هذه الحياة المريرة التي قضاها ابن مفرغ في السجن تم إطلاق سراحة وذلك نظرا لكثرة شفاعات قومه وساداتهم فيه وأيضا شفاعة بعض سادات العرب فذهب ابن مفرغ إلى حال سبيله ليقضي ما بقي من عمره خائفا يتلفث وحيدا طريدا إلى أن مات وطويت صفحته عام تسعة وستين للهجرة رحمه الله مات ابن مفرغ ولكنه لا يزال حيا بيننا بما خلفه خلفه من إرثا شعريا قويا فهأنا أمامكم أحادثكم وأسامركم ببعض أخباره وأشعاره فسبحان الله والله المستعان وصدق الله تعالى إذ يقول وتلك الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس انظر أخي المستمع بيننا وبين ابن مفرغ الآن إلى وفاته ما يقارب 1350 عاما إلى يومنا هذا ولازلنا نروي أخباره وأشعاره فسبحان الله ولا إله إلا هو ولله در قول فارس العرب دريد ابن الصمة الجشمي إذ يقول عادلة كل امرئ وابن أمه متاع كزاد الراكب المتزود كزاد الراكب المتزود والآن سنتطرق لذكر بعض أشعار ابن مفرغ علما أن أشعاره كثيرة وشهيرة وأشهرها وأفخرها قوله ألا طرقتنا آخر الليل زينب هذه من أجمل الأشعار ولا تقرب لذلك أشعاره يقولون هل بعد الثلاثين ملعب فقلت وهل قبل الثلاثين ملعب لقد جل قدر الشيب إن كان كلما بدت شيبة يعرى من اللهو مركب أصاب أصاب عذابي اللون فاللون شاحب كما الرأس منه وللمنية أشيب قرنت بخنزير وهر وكلبة زمانا وشان الجلد ضرب مشذب وجرعتها صهباء من غير لذة تصعد في الجثمان ثم تصوب وأطعمت ماء لا يحل لآكل وصليت شرقا وبيت مكة مغرب من الطف مجلوبا إلى أرض كابل فمل وما مل الأسير المعذب فلو أن لحمي إذ وها لعبت به كرام ملوك أو أسود وأذعب لهون من وجدي وسلم مصيبتي ولكن ما أودى بلحم يأكلب أعبات ما للؤم عنك محول ولا لك أم في قريش ولا أب سينصرني من ليس تنفع عنده رقاك وقرم من أمية مصعب وقل عبيد الله ما لك والد بحق ولا يدر مرء كيف تنسب وله أيضا قصيدة هجاء في زياد ابن أبيه يقول فيها ألا أبلغ معاوية ابن حرب مغلغلة من الرجل اليماني أتغضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زاني فأشهد أن رحمك من زياد كرحم الفيل من ولد الأتاني وأشهد أنها ولدت زياد وصخر من سمية غير داني وله وله أيضا هجاء في بعض جيران له قد ضيقوا عليه هو غالب شعره الهجاء غالب شعره الهجاء يهجو جيرانه في بقوله يقول سق الله أرضا لي ودارا تركتها إلى جنب داري معقل بن يساري أبو نافع جار لها وابن برفن فيألك جاري ذلة وصغاري يقول أمحك جيره وله أيضا هجاء في عبات يقول فكر ففي ذاك إن فكرت معتبر هل نلت مكرمة إلا بتأميري عاشت سمية ما عاشت وما علمت أن ابنها من قريش في الجماهير فسبحان من ملك عبادا بقدرته لا يدفع الناس أسباب المقادير وله أيضا في معاتبة الأيام والدهر أبيات جميلة ورقيقة يقول فيها طرب الفؤاد وعادني أحزاني وذكرت غفلة باطلي وزماني وعالجت أياما أشبن ذوائبي ورميت دهرا عارما ورماني طرب الفؤاد وعادني أحزاني وذكرت غفلة باطلي وزماني وعالجت أياما أشبن ذوائبي ورميت دهرا عارما ورماني وله أيضا المرة هذه غزل غزل في محبوبة له اسمها جمانة يقول فيها حباني عبيد الله يابنة أبجر بهذا وهذا للجمانة أجمع يقر بعيني أن أراها وأهلها بأفضل حال وذاك مرأة ومسمع وخبرتها قالت لقد حال بعدنا فجعلت نفسي إليها تتطلع وقلت لها لما أتاني رسولها وأي رسول لا يضر وينفع أحبك ما دامت بنجد وشيجة وما رفعت يوما إلى الله إصبع وإني حلي يجمانة بالهوى وصدق الهوى إن كان ذلك يقنع وله أيضا هجاء في بنو عبد القيس عندما أجاروه ثم غدروه يقول فيهم تركت قريشا أن أجاور فيهم وجاورت عبد القيس أهل المشقر أناس أجارون فكان جبارهم أعاصر منة العراق المبذري فأصبح جاري من جذيم تنائما ولا يمنع الجيران غير المشمري فهل بني اللفاء كنتم بني لؤمها فعلتم فعال العامري بن جعفري حمى جاره بشر بن عمر بن مرثد بألف كمي في الحديد مكفري وخاض حياظ الموت من دون جاره كهولا وشبانا كجنة عبقري وأداه موفورا وقد جمعت له كتائب خضر للهمام بن منذري وله أيضا هجاف بن جذيم أيضا جاره وأخلفوا العهد معه وهم من جماعة المنذر بن جارود الجارود بن المنذر يقول فيهم غدرت جذيمة غدرة مذكورة طوق الحمامة يعرفون بها ضحى سائل بن الجارود أين نزيلهم أغدا مع الغادين يوما أو ثوى لا يبعد الجار الذي أسلمتم زين المجالس والفتى كل الفتى لعن الثلاثة منذر وابن لؤمها وطليحة الداعي جهارا للرد وأمية الكذاب قال مقالة كانت منا منه وما تغني المنا وله أيضا عينية جميلة وهي طويلة نوعا ما يقول فيها أإن غنت حمامة بطن وادي حماما جاء من طرف اليفاعي جرى تم الضباء ببين ليلى وكل وصال حبل لانقطاعي وما لقيت من أيام بؤس ولا أمر يضيق به ذراعي ولم تك شيمتي عجز ولؤم ولم أكب المظلل في المساعي سوى يوم الهجين ومن يصاحب لآم الناس يقذ على القذاعي حلفت برب مكة لو سلاحي بكفي إذ ينازعني متاعي لباشر هام رأسك مشرفي كذاك دواؤنا وجع الصداعي أفي أحسابنا تزري علينا هبلت وأنت زائدة الكراعي تبغيت الذنوب علي جهلا جنونا أجننت يبنى لكاعي فوآسفي على تركي سعيدا وإسحاق بن طلحة واتباعي ثنايا الوبر عبد بني علاج عبيدا فقع قرقرة بقاعي ألم ترى إذ تحالف حلف حرب عليك غدوت من سقط المتاعي وكت تموت إن صاح بن آوى ومثلك مات من صوت السباعي وكت تموت إن صاح بن آوى ومثلك مات من صوت السباعي ويوم أشهرت سيفك من بعيد أضعت وكل أمرك للضياع وأيضا له لامية من أروع اللاميات في الشعر وهي قوله دار سلمة بالخفتذ الأطلالي كيف نوم الأسير في الأغلالي أين مني السلام من بعد نائي فارجعيلي تحيتي وسؤالي أين مني نجائبي وجيادي وغزالي سقى الإله غزالي أين لا أين جنتي وسلاحي وركائب سيرتها لارتحالي هدم الدهر عرشنا فتداعى فبلين إذ كل شيء بالي إذ دعانا زواله فأجبنا كل دنيا ونعمة للزوالي أم قضينا حاجاتنا فإلى الموت مصير الملوك والأقيالي لا وصومي لربي وزكاتي وصلاتي أدعو بها وابتهالي ما أتيت الغداة أمرا دنيا ولد الله كابر الأعمال أيها المالك المرهب بالقتل بلغت النكال كل النكال فخشنارا تشوي الوجوه ويوما يقذف الناس بالدواهي الثقالي قد تعديت في القصاص وأدركت ذحولا لمعشر أقتالي وكسرت السن الصحيحة مني لا تذلن فمنكر إذلالي وقرنتم مع الخنازير هرا ويميني مغلولة وشمالي وكلاب ينهشنني من ورائي عجب الناس ما لهن ومالي وأطلتم مع العقوبة سجني فكم السجن أو متى إرسالي يغسل الماء ما صنعت وقولي راسخ منك في العظام البوالي فلو قبلت الفداء أو رمت مالي قلت خذه فداء نفسي مالي ولو بغيري من معشر لعب الدهر لما ذم نصرتي واحتيالي فكن بكاني صاحب وخليل حافظ لغيبي حامد للخصال فليت أني كنت الحليفة للأخم وجذام أو طيء الأجبال بدلا من عصابة من قريش أسلموني لخصم عند النضال البهالي لمن بني عبد شمس فضل الناس بالعلى والفعال وبن التيمة مرة لما لمع الموت في ظلال العوالي منعوا البيت بيت مكة ذا الحجري إذ الطير عكف في الظلال والبهاليل خالد وسعيد شمس دجن ووضح كالهلال في الأرومات والذرى من بني العيص قروم إذا تعد المعالي كنت منهم ما حرم فحرام ما حرموا وحلهم من حلالي وذو المجد من خزاعة كانوا أهل ودي في الخصبة والإمحالي خذلوني وهم لذاك دعوني ليس حام الذمار بالخذالي فلا تدعني في ذاك أهلي ومالي إن حبليك من متين الحبالي فيا حسرة إذ أطعت أمر غواتي وعصيت النصيح ظل ضلالي فيا حسرة إذ أطعت أمر غواتي وعصيت النصيح ظل ضلالي وإلى هنا نعتذر عن الإطالة وخير الختام الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وإلى لقاء قادم بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر